بعد ثلاثة أيام من المناقشات المصطفضة والتبادل المثمر فيما يخص النزاعات بين المزارعين والرعاء خلصت أعمال الورشة التدريبية حول تشخيص النزاعات المتعلقة باستعمال الموارد الرعاوية والزراعية والحصول عليها لصالح الصحفيين التي نظلمت بمنطقة مارا بتوصيات عدة منها للحكومة وبرنامج دعم هيكلة التنمية المستدامة بوستور والصحفي نفسهم حيث وجه المشاركون بتوفير الدعم اللازم لوسائل الإعلام وتسهيل الوصول إلى مصادر المعلومات ومواصلة التعاون فيما بين شبكة الصحفيين من أجل العمل الإنساني والتنمية المستدامة وبرنامج بوستور بمضاعفة الدورات التدريبية وهذا أيضا ما تناولته كلمة منسق شبكة الصحفيين من أجل العمل الإنساني والتنمية المستدامة في شاد جبرين حلوالي أما منسق برنامج دعم هيكلة التنمية الرعوية هارو موسى أشار إلى أنه ليس هناك تطور دون تقوية ورفع الكفاءات لذا أكد مرافقة البرنامج لشبكة الصحفيين من أجل العمل على تطبيق مخرجات هذه الورشة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب في خطابه الختامي لأعمال الورشة أفاد بأن مساهمة الصحفيين والإعلاميين في مسألة النزاعات بين المزارغين والرعاء مهمة جدا ألمان أن مثل هذه الورش تلعب دورا كبيرا في التقليل من الخلافات بين الرعاة والمزارعين وتعزز التعاج السلمي فيما بينهم